اهلين ومرحبتين بكم في الحلقة الثالثة من تاريخ جبل نفوسة الحلقة هذه مخصصينها للقبائل النفوسية التاريخية القديمة من الصعوبة بما كان تحديد أسماء القبائل الأمازيغية أو فروعة التي سكنت في الجبل خصوصاً أن اسم قبيلة نفوسة هو اللي تغيق عليه الجميع طبعاً لكونها كانت الأكبر وكونها كانت الأقدم وكان هذا علاش يعني اسم الجبل أذررنينفوسن هو الاسم اللي غلب عليها وهذا هو اسمها الحقيقة وليس نفوسة إنفوسن ولو أن الشائع اليوم هو اسم نفوسة واللي ارتبط طبعاً اسم الجبل دائماً بها وعلى فكرة نفوسة نفسها كانت تمتد من الجبل حتى صبراتا وفي الروايات الشفاهية آخر عائلة انتقلت من الساحل للجبل في العصر الوسيط هي عائلة مقورة اللي جابوا معهم المفتاح ربما الحقيقي أو الرمزي لقابلتهم في صبراتا يعني نفوذ نفوسة حتى المؤرخين يقولوا صبراتا كانت سوق نفوسها يعني نفوذ نفوسة التاريخي كان يمتد من صبراتا اللي كانت ديماً زي ما قلناً سوقهم حتى الجبل ورواية المفتاح هذه ذكرها عدة مؤرخين منهم البروني وهو آخر من ذكرها حقيقةً من المؤرخين في أكثر من مناسبة ورواها عنها أصحاباً وزي ما قلنا في الحلقة واحد نفوسة نفسها فيها قبائل زي إند ماطوس أو ماطوسة واتين مسكورة أو مسكور اللي في الغالب مصغورة اليوم هي نفسها تبدل اسمها مع أن البعض يروح أن أصلها زناتي وفيه آد زمور زمورة وتكلمنا غادي عليه مواطنهم في الرجبان اليوم وجادو ولكن مع ذكر نفوسة في كل الروايات تقريباً نلقو غير من خلال كتب السير وأسماء المشاهير شخصيات وحتى معرخين مسلمين غير نفوسيين نلقو شخصيات سكنت في الجبل أسماء بعض يعني هذه الشيوخ اللي تحمل أسماء غير نفوسية يعني ألقاب صريحة لقبائلهم زي مثلاً نلقو الشيخ الشهير من حملة العلم أبو مرداس مهاصر السدراتي وسدراتها مثلاً اتخذت في الجبل قرى معينة موطن لها زي تغرويت اللي قريبة من لالوت موطن لهوت بريست وتين وينزيرف وإينر وعلى فكرة مرغاس البلدة المهجورة ترجع لإسم أحد فروع السدراتة الشهيرة لكن أكبر تقريباً قبيلة ذكرنا نحن السدراتة ولكن أكبر قبيلة تقريباً سكت للجبل وفي مراحل مختلفة هي قبيلة هوارة يعني عدد عددها اليوم ربما تفوق حتى عدد النفسيين أنفسهم من سكان الجبل هي طبعاً وزناتها مجتمعية يعني غريان تقريباً كلها تحسب على هوارة وهوارة تقريباً أكبر تجمع قبلي في ليبيا إطلاقاً ولو أنهم يبدوا منقسمين اليوم وأغلبهم تعرب للأسف الشديد تماماً بل بعضهم من تح الأنساب حتى عربية وهذا مش مجالة طبعاً في نفسه نجد مثلاً مسجد يحمل اسم أم السراتن وهو اسم لأحد فروع القبيلة قبيلة هوارة وهكذا يعني كانت تنطق دائماً أم السراتن حتى المؤرخين راهوا منهم عليهم أم السرات يذكر هذا الشيء وطهر زاوي إلى خير بل حتى كتب التاريخ الليبي القديمة اللي كتبها محمد الشيكة وغيرها كانت تكتب أي مسراتن بالسين ومسراتن والآخرين وتعربت ولت مسراتن زي ما نعرفوها اليوم وهذا يخلينا ننتقل يعني نتيقن أن في الجبل أماكن يسكنها فروع من هوارة لا زالت بعضها تتحدث الأمازيغية زي مثلاً يفرن والقلعة اللي هي كانت إلى حد ما جزء من يفرن إلى وقت قريب مع أن أغلب فروع هوارة انتقلت لتيهرت في الجزائر وسكنت نواحي تهرت نقصد هوارة الجبل الناطقة وسكنت في الجنوب التونسي وهذا بنولوله لما نتكلم عليه الهجرة النفسية طيب قلنا يفرن والقلعة اليوم سكنها عناصر من هوارة ناطقة بالأمازيغية وإن كان يغلب عليهم العنصر الزناتي وزنات أيضاً من القبائل اللي تعربت في عصور غابرة لكن ضل منهم شواهد على أن القبيلة كانت ناطقة بالأمازيغية بأكملها وهم من الرحل في الغالب اليوم نلقوا رفورة للقبيلة داخل حوز نفوسة تاريخية زي يوجلين مثلاً حوز نفوسة نقصد نفوسة تاريخية وهي فرعب من زناتا وينغاسن اللي ذكرها الموريخين كفرعب منها وبلد واسن كذلك وعلى فكرة يدرج اللي نلقوها في كتب التاريخ اللي نقولولها اليوم درج يدرج اللي هي درج اليوم فرعب من زناتا كذلك بعدين نلقو قبيلة لواتة العريقة اللي تسمع لها اسم ليبيا الحديثة لواتة هي اللي جابت اسم ليبيا الحديثة وهذه حتى نلقوها في حلقة جاية لما نتكلم عليه الأمازيغية واللهجة العربية في ليبيا عليتي حال اللي كان أغلب سكانها في الشرق الليبي وإن كان البعض ينسبهم لفرع من أكبر من وهو هوارة ولكن في الغالب هم فرع قائم بذاته وانشهر من لواتة في جبل نفوسة عمر بن يمكتن أول نفوسي يحفظ القرآن كاملا ويفتح كتاب الله للقرآن عارف كلمة نفوسي ولواتي كلمة متناقضة ولكن نمشي بالعرف عمر بن يمكتن هو لواتي وكان أول واحد تعلم القرآن الكريم وفتح كتاب في إفاطمن وتعلمه في هذا اللي بنتكلمه بعدين عن الكتتيب والمدارس والآخرية هنتكلمه عليه والمهم هذا عمر بن يكتب لواتي وهذا يرجع إلى القرن الثاني الهجري والثالث الهجري عفواً وانشهر منهم أبو سلام الإباضي صاحب بدء الإسلام وشعر الدين اللي كان يسكن في جدابيا واللي حكي في كتابه كيف صار لأهل جدابيا من تشريد وأن العرب نصبوا خيامهم فيها وغيرها من الكلام واللي بنجوه في وقتها ومن أكبر فروع لواتة قبيلة نزاتا وهذه حتى هي سكنة الجبل فيه قرى مهجورة منهم زي أرجان شمال جادو اليوم واللي نشهر منهم أبو يحي الأرجاني وعندنا آتي الطوفت أو بني الطوفت قريبة من ويغو على حدود بقيقيلة وهذه كلها بنتكلمها عفواً واد بقيقيلة وهذه بنتكلمها لها لما بنتكلمها للقرى المهجورة في الجبل وعندنا أشهر مشهير قبيلة مزاتا في الجبل هو الشيخ أبو حاتم لبيب الملزوزي القائد المعروف المدفور في نواحي يفرن اليوم وهذا على فكرة قبره هدمه الوهابية في السنوات الأخيرة وطبعا فرع مزاتا في دجري اللي ينحدر منها الشيخ أبو تماما مزاتي ووجب القول أن مزاتا كان موقعهم الأصلي في مدينة طلميطة في أقصى شرق ليبيا هما ألواتها زي ما فات وهذا بشهادة كل المعرخين تقريبا ومن القبائل اللي نلقه في الجبل الماية اللي ما زال اسمها في الساحل الليبي من زنزور لعند الزاوية والمهم أحد كتاب ديوان العزابة من هذه القبيلة الشيخ أبو أو عفوا الشيخ عبد الله بن مانوج أبو محمد أبني اسمه مانوج الماي من علماء القرن الخامس الهجري هذا كذلك من الماي يعني وكان من سكان الجبل بالإضافة إلى بقايا زواغة انتقلت في مرحلتين للجبل من الساحل واللي كان عندهم مدينة كاملة باسمهم في الساحل ذكرها كل الرحالة تقريبا مؤرخين غرب مصرطة هذا بالنسبة للفروع الكبرى لأمازيغ شرق بلاد الأمازيغ نقصد ليبيا يعني بداية بلاد الأمازيغ اللي هي ليبيا وهناك هجرات صغيرة استقرت بالجبل بنجوها في وقتها في الحديث عن الهجرات وفيه فروع طبعا عربية استقرت في الجبل زي بنو معفر من الهلاليين اللي سكنوا في نواحي تغرمين اليوم وفروع منهم سكنوا في نواحي الرجبان لبراهم وغيرها وإن كان أغلبهم طبعا أمازيغ تعربوا وبعضهم ينسب نفسه للعرب ولكنهم أمازيغ تعربوا لكن بدون شك ولا لا نستغرب يعني مما ذكره المؤرخين أن الجبل كان يعج بالسكان ولما نجو على حديث القرى المهجورة والوري لكم حتى في خرايط نعرف حجم التغيير الديمغرافي الحاصل في الجبل حتى اليوم ونتكلموا لي قبائل امتدت أسمائها من عصور قديمة جدا حتى اليوم زي إيجيطال وكباو غيرها نحكي قبائل عندها أسماء قديمة جدا 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 قبل الموريخين المسلمين والآخرين وهذا زي ما قلنا موضوع الجبل في العصور الغابرة وحندين حلقة بمقارنة مع هذه تتعلق بلقى الحمض النووي DNA حلقة تتكلم كذلك على الفروع والقبائل والآخره مرتبطة بـ DNA عندنا هنا بنوقف باش نخلي الحلقات دي ما قصيرة تحياتي توهوا ما تنسوش تسجلوا في القناة على اليوتيوب وتديروا لايك وتكتبوا تعليقاتكم وتضغطوا على الجرس باش تجيكم الحلقات الجاية أوتوماتيكي تحياتي وانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم